موسيقى موسيقى رحل فيكم مشاهدينا كرام مشاهدي القناة الرياضية والقناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي بالسنتر حلقة نتناول من خلالها العديد من المواضيع الرياضي لتهم كرة القدم الكويتية سواء في استحقاقاتها المحلية أو في استحقاقاتها الخارجية أجد لكم التحية ورحب برواد هذا البرنامج كابتن محمد إبراهيم حياك الله يا أبو نواف صبحك رب الخير الله يعطيك العافية الله يسلمك حييكم وحيي إخواننا المشاهدين وإخوان الموجودين العزاء الله يسلمك تنورنا بالبرنامج يا أبو نواف وإذا نرحب فيه كابتن واري سليمان حياك الله حياك الله أخي حامد وصبح عليك وعلى أستاذ المشاهدين وضيفنا الكرام طاغونا عمر تحية خاصة لكابتن محمد إبراهيم نقول الحمد لله على السلامة الله يسلمك حتى نفاق ذلك البرنامج وإكسر بالجميع وحياك الله يا أخي أحب بك هو الحاضر دائما دائما سواء موجود أو لا موجود الأخوة متواصلين إياي للأمان وإنت تستاع من فترة وفترة الله يحب بك سلمك أخو كبير بالنسبة لنا وبالنسبة لي أنا شخصيا عشان صغر نفسي زيادة ورحب بك أيضا كبتن آيمر حسين نحيك الله يا أبو أحمد سيد بوجودك الله يسلمك أصبح عليك أخواني مشاهدين والشبال التواجدين وبتأكيد يعني سعيدين بعودة بنواف انكال البرنامج وحتى للديرة وإن شاء الله يكون مشافة معافة ونسأل السلامة للجميع إن شاء الله أمو أحمد وحفيك محمد بن يان كبتن نابو عبد الله أبو خالد أصبحك الله بالخير أصبح عركبات الموجودين والأخوين المشاهدين وتحية خاصة حق العظيد بنواف أبو الحمد لله وشرفنا والله والله يحب بك بس أبو عبد الله بسنك زعلان على نتجة برشلونة برشلونيين يعني والله زعلان لأننا متأمنين أكثر صحيح في إصابات بالفريق وآخر مبارات لبرشلونة أداء ونتيجة لكن حال الطرد وجودها حتى في حال الطرد فاجعنا الأداء حتى قبل الطرد مش برشلونة إيه والله فشبه كانت متوقعة الخسارة في ظل أداء اليوم هي متوقعة فعيضا نحسب الموناكو أن نستغل فرص النقص العددي لا وبعد ترى فيه فرص حق موناكو كان أخطر على مرمى برشلونة إيه أخطر وكان أخطر استمر بالخطورة أنا مو هام لخسارة برشلونة هام للشمات اللي هي كلها فيه أنت ملكي يعني مغلوب ملكي ملكي محلي 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 بداية البرنامج طاير برشلونة لا لا أصبر أصبر الأيام برشلونة واحد دعوات في نفس برشلونة ها لكن بنواف نتكلم عن أنا ليش سألت عن برشلونة موناكو واستغلالها لهذا الظرف وقدر أن يتغلب على يعني فريق عريق كبرشلونة هذا اللي أمس كنا أفتقده فريق نادي الكويت لما معه لعب معه ناسا في الأوزبكي كان الأفضل وكان الأغرب كان الأخطر 16 تسديد إلى درجة أنه حارس الفريق الأوزبكي يتصور اسمه نعمات خذ أفضل لعب في المباراة عامل استغلال فرص مهم بالنسبة لأي فريق إيش رايك باللفة كلها من بسوات الشيء لا خاصة في المباريات التي تتكلم عنها المبارات هذه الدولية الأسوية ما تتقول لي أنا الأفضل ولا أنا ضعت الفرص أنا أبحث عن تثنغات حتى أكون أنا أقرب بالمغربين عن هذا صار قريب ونعرف فريق الكويت لا لعب بالفريق الألف ولا لعب بالفريق با فريق الكويت هو سيطر خاصة في السنوات الأخيرة وأنت أكبر شاهد له وطل الدولي في كم مرة لذلك كان يفترض أن يخلصوا الفرص من بدايته أنت راح تتحسف على إضاءة الفرص هذه وفوق هذا كلها كان أيضا أنا شاهدت أنه كان لدي ضربة جزاء حقيقية ضربة جزاء حقيقية لأنه ما في ضرب يعني هذه بالأخير هذه مباريات أسوية وقالك بالأدوار الأولى ما في إلا بالأدوار يعني كأنني قاعدت تهمش البطولة وهمشت البطولة ولغيت فوز أو ركلت جزاء بمتناول يد هذه قاعدة يقولك يعني بالأخير أنت كأنني قاعدت تهمش البطولة لا خلى الفاره والعدالة والعدالة لازم تكون موجودة وكان لدي ضربة جزاء العموم الكويت هو غادر يعني يعوض هذه أسميها خسارة النقط لأنه كان هو الأميز أنا أعلم وأنا رحت في أزبكي يعني هناك الأمور متعبة أنت بالأخير بتروح هناك شون توصل للمنطقة وانت مرة تلعب بالعاصمة رحت توصل مرهق مرهق أي وبعدين خاصة تتكلم عن الأكل والسكن والأمور هالكلها وانا رأي ممكن في سنوات كثيرة أنا رحت في لتها بلاسوية بطولة لأسوية عانينا بالشكل هذا كان نفترض أن الكويت يحصل على هذا النقط بغض النظر أنا ضيعت ما ضيعت أنت الأميز أنت الأفضل أنت أفضل وأنت الأميز وعندك اللاعبين الأميز ولكن ستعليك النقط هذه الله كريم وإن شاء الله يعوضها الله كريم ويستاهل أكيد ممثلك الكويتية في هذه البطولة بو سليمان بالنسبة لي الفرص والذي ذكرها كابتن بو نواف بأنه في قادم المباريات والجولات ستذكر النقطين نحن ما نستطيع نحكم على مبارات وحدة أن نادي الكويت كانت ضرور مهيئة يعني أعضاء النقط نعم يمكن نادي الكويت من زمان ما أفتغد المنافسات هذه كان يكتفي بكاس الاتحاد الأسوي دائما كاس الاتحاد الأسوي تكون الفرق نوعا ما ضعيفة إذا ما كانت متغادبة ولكن لما تدخل المرحلة الأولى من أبطالك الأساسية شيء طبيعي شيء جديد على اللاعبين شيء جديد على المدرب شيء جديد على الجهاز الفني والإداري التعامل نوعا ما يكون صعب أيضا الفرق مستواها يرتغي يمكن إلى الأعلى يمكن الفرق الأسباكية شفنا من المنتخب الأسباكستاني في جميع الأعمار سواء ناشئين شباب فريق أول من الفرق المميزة صراحة واتفق مع كمتال محمد إبراهيم أوزباكستان صراحة تفقد التركيز في أوزباكستان لما تنعب سواء الأندي أو المنتخب تفقد التركيز لأنه عندهم صراحة ثنون في تشتيت الفريق المنافس صراحة وين تكون هذه ظروف أستناء المباراة على سبيل المثال لا 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 على سبيل المثال على سبيل المثال لعبنا المباراة الفاصلة أمام أزباكستان من المنتخب 2005 كانت المباراة فاصلة نحتاج إلى التعادل رحنا الملعب ورفت للعبين لقينا عوائل ساكنة موجودة نطرنا نص ساعة أو ساعة لا رفع على ما يطلعون العوائل وسرايرهم ودوم وكحنا واللاعبين هذا نوع من نوع شنو نوع من نوع تركيز فعلا هذا أكون صريح مآك أثر لما تيجي لاعب مرغب مباراة مرغب الإداري فلما تيجي اليوم تروح تسخن أو تدخل المباراة وتشوف هذا المنظر جدامك يعني يشتتك يقول لك مخالفة مخالفة خليكم فيه قرام ولكن بالأخير يقدروا من تخب الوزباكي ورغم تقدمنا 2-0 فهذا علينا ثلاثة 2 مع أننا كنا نحتاج إلى التعادل فأنا قاعد أقول لك الفرغ الوزباكستانيين أو الفرغ الوزباكية عندها القدرة على تشتيت تفكير الفرغ المنافسة الكويت عندهم خبرة في السالفة عندها خبرة وهم سنوات راحوا وراحوا في طيارة خاصة ومباراة أين كانت أثناء شتوية ثلج أجل المباراة من يوم إلى يوم ثاني يعني برد يعني هذه الأجوال الكويت يعني كان يمثل يمثل النديل الكويتية بس أنا قاعد أقول لك خاصة سنوات الأخيرة تتكلم عن ثلاث أربع سنوات الفرق الكويتي اللي يتمثل خارجيا يعني بالكويت تتكلم عن إن كان قادسية أو إن كان الكويت إن كان العربي يعني ما كان يخرجون من الأدوار الأولى صح فبالتالي عملية التشتيت بالنسبة للفريق الأوزباكي أيضا عنده تركيز من خلال الاستغرار اللي يعيشه فريق ناساف ذكرنا بالحق الماضي واذكر ربو عبد الله وقلنا بين مدرب ومن أفين واثنائش ماسك الفريق استغرار في كان المساعدة مدرب وقبل لا يكون مساعدة مدرب كان لاعب الفريق وقاعد ينافس بختكور الأوزباكي في البطلات المحلية بالتأكيد ودليلك حسب الأخبار للمعلومات أن الفريق كان مريح يمكن الثلاثة واربع لاعبين لأنه عنده مبارات مهمة مع الفريق المنافس له في أوزباكستان فهو يفكر على التجاهين عارف أن المبارات يأخذها على أن هي مجموعة وتجميع نقاط والأمور هذه لكن الأمر في يمكن تطرق لابو بنواف هو التحكيم والقيمة نعم هي مسميات تتشوفها شنوه المسمى نخبة 2 نخبة 2 لكن القوانين بو نفس الشي فتركيز اللعبة في قوانينها عساس تعطيها غيمة أكثر فمثل ما حصل على الكويت يمكن تنظلم بأن أو حتى الفرق الثاني ممكن تنظلم إذا ما كان في فار لكن الجميل في نادل الكويت اللي شفنا نتعودنا فرقنا الأسوية في البطولة إن كان التحاد الأسوية ما يظهر حتى بالأداء يمكن نفوز بس أداء ومغنع لكن أمس شفنا الكويت لا الكويت كان مسيطر نعم ما تسجل ما تبتسجل أنا حاول وضيعه وفرص وحاوله وهذا لكن الخسارة ليش نحن نقول خسارة نقطة لأننا كنا المفروض أن نكون الأفضل كانت متنول اليد نحسب أن الإمبارات على ملعبك وإنت عارف منذ ما تفضل الأخوان إن الإمباريات اللي تكون على ملعب مثل أوز باكستان بتكون صعبة من ناحية تهيئة الأجواء تكلم على الملعب الطغس كل هذا ما راح يكون مصالحة فكان الأولى أنه نستفيد من ثلاثة نغاط كانت متناولة إن كانت قبل المبارات فريق أقوى مننا من ناحية الأسامي أو حتى أداي داخل الملعب والفرص اللي ضاعت المحاولات الكثير الحلو أنه ما في كان استهتار كأن الكرة ما تبدش ما شفنا إحنا مثل الفريق من نادي الكويت هو استهتر بالمنافسة لا لا كان يحاول ويحاول ويحاول والنتيجة أن نجم المبارات كان حارس المرمى هذا يعطيك انطباع أنه كان الكويت مسيطر وأنا توقع أن الكويت قادر إذا استمر مع المدرب نيبوشا والأسامي المتواجدة توقع قادر أنه يوصل إلى البعيد شابتن محمد بالنسبة للعبين في النادي كويت ونحن عارفين أنه من 7 إلى 8 اللاعبين متواجدين بالمنتخب نهاية الجولة السادسة تصور 27 الشهر 12 عند مبارات مع الحسين أربد بعدها رح يرتحق مع معسكر المنتخب تصور إلى الآن ما تحدث إذا بدبي أكيد أو لا 10 10 مبارات مع عمان هذا ولد يعني رتم تصاعد بالنسبة لللاعبين خصوصا أنهم يعني عارفين في السنوات الأخيرة لعبين فريق نهاية الكويت مركيزة أساسية بالمنتخب الوطني أو أنه يرهق اللعبين والله بخالد يعتمد على الفترة الزمنية دائما لكن بشكل عام بشكل عام اللعب الكويتي يعني ما عنده الاستعداد لا البدني ولا الذهني في المباريات المتواصلة لكن إن كان في مساحة كافية بين مبارات مبارات أو بطولة وبطولة أعتقد أمر أمر طبيعي خاصة لما أتكلم عن فريق نهاية الكويت اللي قادر يريح موثل من اللعبين قادر يريح يمكن فريق كامل ويلعب في فريق ثاني في نفس المنظومة ونفس الأداء يعني بالنسبة لفريق نهاية الكويت ما نقول الضغط أساسا لعيبة المنتخب اللي موجدين مثلا تكلم عن فيصل زايد تكلم عن رضهاني تكلم عن أحمد الظفيري لا أتكلم عن اللعبين اللي يلعبون في المنتخب لكن في نهاية الكويت أساسا يكونوا دائما في الدكة أو ما يبدي فيهم المدرب اللعبين اللي ما يبدون أساسي اللي ما يبدون أساسي دائما يمكن الضغوط عليهم تكون أخف لكن بالكويت ما أعتقد أنه راح يتعرض لهذا الظرف بسبب أن الكويت عنده عنده عدد كبير من اللعبين واللاعب اللي موجود في الدكة اللي لم يكن في مستوى اللعب الأساسي هو أفضل من اللعب الأساسي فالتدوير موجود فالضغط على اللاعبين أنا أقول لك ممكن يكون يوسف ناصر واحد من أهم اللاعبين يوسف ناصر اللي متواجد في المنتخب متواجد في جميع مباريات فريق نادي الكويت بقية اللاعبين رضوهاني أحمد ظفيري تكلم عن مشاري قنام فترة كان قائب فيها عن المنتخب تكلم عن سام الصانع يعني فيه إمكان لكن بالأخير بالمجمل اللاعب الكويت موش لعب نادي الكويت بالإجمل اللاعب الكويتي في ظل مباريات يعني متقاربة تأثيرها سلبي 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 على اللاعب ويبين أن اللاعب غير قادر أن يعطيك ما عنده لكن إذا فيه فترات متفاوتة يعني بين عدد المباريات هتخذ اللاعب قادر خاصة في فريق نادي الكويت مثل ما قلت لك بسبب العدد الكبير من اللاعبين المؤهلين أن يمثلون الفريق دون أن ينزل نفس هذا الحال أبو سليمان يعني عندنا خير مثال مثلا دون أبطال أوروبا نجوم العالم الآن ودار حديث بأنه ممكن يكون فيه إضراب من اللاعبين من العام من العام والآن نجربوها نحن استهلكنا كثرة مباريات كثرة مباريات يعني موضوع ما هو تسويق على حسابي أنا وعلى حساب صحتي وعلى حساب تركيز وعلى حساب أداة وعلى حساب قيمة السوقية أيضا مع فريقي ونشوف كثرة الإصابات كثرة الإصابات سواء الأندي الأوروبية أو المنتخبات يشوف كثير من النجوم الأوروبيين ما يلعبون مع منتخباتهم بس يمالي اللي متأثر اللاعب والنادي نفسه لا وخاصة أيضا حتى يمكن هذا كاس بطول أبطال أوروبا كان رديف أيضا حتى كاس أمام أوروبا اللي أيضا غيروا النظام وكثرت المباريات وكثرت الإصابات وغلت المتعة في السابق كنا انت شفق لما نشوف هولندا وإيطاليا على سبيل المثال حاليا هولندا وإيطاليا يلعبون في أي مجموع فما كان الحين حاليا ما تشتاقل لهذه المباريات تكلم عن ألمانيا وبلجيكة تكلم عن إيطاليا وفرنسا كانت دربيات خلال أربع خمس سنوات يمكن تشوفها مرة واحدة وتكون فعلا يكون المستوى الأداء عالي حاليا يمكن بسنتين ثلاث تشوفها مرتين أو ثلاث مباريات اللي بالرآخر بس اللي أرجع عليه بعد إذن أن يكون الأخوان حانا اليوم لما نحط أي نظام ونريد أن نرتقل في المستوى يجب أن تكون عندنا الإمكانيات وتكون عندنا الأدوات علشان نرتقل في هذا المستوى صح أنت اليوم كانت تحاد الأسوي لكرة الغدب وناشدنا فيه أكثر من مرة إذا تبتطور مسابقة أبطال آسيا يجب أن تكون عندك الأدوات يجب أن تكون العدالة على الجميع أعتقد أن الاتحاد الأسوي يمكن لغاية سنتين ما كان فيه فار في دور الثمانية أعتقد في دور الثمانية ما كان تخيل في دور الثمانية أبطال آسيا ما كان فيه فار كان يكتفي بعد يمكن قبل النهاي قبل النهاي يمكن قبل النهاي أو النهاي ولكن أنت اليوم إذا تطور المنظومة تطور الكرة تبي تنشئ مبدأ العدالة يجب الفار يكون جاهز في جميع المباريات أو إذا تقول أنت في دول ما عندها أمكانيات الدول اللي عندها أمكانيات تطبق عليها الفار ولكن اليوم نشفناه صراحة أنا أعتقد كارثة تحكمية بانتياز صراحة أنه الكارثة هذه من يتحمله اتحاد الأسو بخالد بس نفس الكلام اللي يقوله أبو سليمان يعني لن غارن آسيا في أوروبا أوروبا الدول متغاربة حتى الترحال والسفر بيكون قريب يعني بين الدول لكن آسيا إذا بطبق نفس النظام الأوروبي أو الشامبيون مثل اللي قاعد نشوفه الحين أنه صعب لأنه حتى لو بتسوي مثل الشرق غير الغرب بس فيها مسافات وثاني شيء الطقس عندنا غير عن الطقس اللي في أوروبا دور الاتحاد الآسوي بأنه يرتقي في في عملية العدالة بالنسبة للبطولة ليش أنا أتكلم على هي مو بالمستمعيات يعني تخيل احنا مو تكلمت وتوم ساعد سلسلنا اللاعبين الأوروبيين أو اللاعبين الأوروبيين في شكوة وفي إضراب ذاك اليوم فيه إحصائية على ريال مدريد ريال مدريد حطوا إنه لو يلعب كل النهائيات البطولات اللي يلعب فيها إن كانت الدوري الكاس هذا الأسباني تكلم الجامبيون الأندية الأندية العالم السوبر السوبر الأوروبي والسوبر الأسباني تكلم 72 مبارات تخيل 72 مبارات هذا غير مباريات الدولية مع المنتخبات فتكلم على يعني عشر تشر مية مبارات تقريبا تكلم يعني كل عشر تأيام وشبتنا وشمبارات وبتلعب فهذا كله تثقل على شن وإنه ما رح نشوف متعة كثرة الصبات وتحتاج فوكل هذا البدنية اللي مثل ما تكلم بعبدالله تمساء أننا عساس أننا نلعب كل ثلاثة أيام أربعة أيام مبارات ومرات تكون مبارات مو منافسة غوية إذا بتلعب آسيا ولا تلعب بارات منافسة فيها غوية لكن في أوروبا وتكلم كلها منافسات غوية ولكن هذا ما يعمل من موجود الفار بالتأكيد يعني ليش ما يكون بالعدوار الإقصائية فقط ليش احنا نركز على النظام وما نركز على القوانين نتبعها يعني ليش احنا نركز أننا نطبق نفس القوانين مرتبطة بوحمد النطب من القوانين مرتبطة مع بعضها البعض إيه مفروض يعني وهو أبو نواف بس أكملها أن آسيا الآن طبقه نفس النظام الأوروبي في الشامبيون نزل ليش ما طبق الفار نفسه يعني الآن المؤتمر الأوروبي ما في فار في فار في هي أقل بطولة أوروبية لكن البطولة السوية النخبة اللي هي الثانية يعني كان الاتحاد ما في أبو نواف عندك إطافة أبطال آسيا يعني هو دوري أبطال آسيا وهذا الرديف للآسيا نفس كاس اتحاد آسيا أبطال آسيا ليش ما تطبق هناك تلعب الدول اللي تلعب معها يمكن تلعب بالعاصمة أو تلعب على يعني يقدرون يوفروا لك الدول لأنها مشاركة بلاد يعني مشاركة في دوري أبطال آسيا يعني في دول مشاركة مشاركينهم يعني أنا أنا أحد الأشخاص المدربين اللي رحت أنا وصلت للهند إنها ممكن تكون تكملت عدد مثلا مو تقول يعني هو أصبع أنك تشركها بس إنما ما عندها الإمكانيات دول يعني حتى بالأوزبك إذا ما تروح ترا في مكان أو أكن ثانية طاجستان أوزبكستان إرغستان مو الهند مينة مارس بنقلادش بنقلادش ما تقدر ما يقدروا يوفروا لك تحلسوا يخص من علاة ويوفر ولما رحت تنجح من سابقتك هذه طيب ليش ما يوفر أيو هذي لنشان أنا سنة مساء قلت هذه بربع سميتها بربع فعلا عند دور أبطالها تختلف واحد وهذا الاهتمام موجود فينا ترى حتى بربع الدورة وهذه هم نفس الشي بس عندهم صحيح يعني الدول حتى بربع إتحاد الدول يدعم سنويا إتحادات وين الفلوس تروح طيب هذا بالنسبة للحديث اللي قبل أن أدخل بالهيدلاينز نتابع معكم مشاهديك كرام هذا الهيدلاينز ومن ثم نعود إليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتابع معكم مشاهديك كرام هذا الهيدلاينز وكان من أبرز زي طبعا بيان اللي صدر من الانتحاد الفلسطيني بنقل مباراتنا المقبلة معنا مع المنتخبنا وطني في الدوحة وكان البيان طبعا صادر عن الانتحاد الفلسطيني اليوم مشكورين حقيقة على تفهم هذا الموضوع حيث تلقى الانتحاد الفلسطيني كنت القدم رسالة من الانتحاد الكويتي تفيد باعتذار الأخير عن لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحسابة صفات كاس العالم على أرض فلسطين بتاريخ 15 أكتوبر وطلب نقل ملعب المباراة بعد موافقتها مسبغا على اللعب في الأراضي الفلسطينية وذكر الانتحاد الفلسطيني لأننا في الانتحاد الفلسطيني لكوية القدم نتفهم تعقيد هذا القرار وانقدر تواصل المدروس والمحترم من جاب أخوانا كويتين لطالما كانت الكويت داعما ثابتا الفلسطيني ويعكس هذا الدعم الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين ونحن نعتز بهذه العلاقة الأخوية ونحن نعتز فيها أكيد إذن لقاء منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم القادمة مع المنتخب الفلسطيني في تاريخ 15 أكتوبر ستقوم في الدوحة كابتن أبو عبد الله بالنسبة لهذا القرار وتفهم الاتحاد الفلسطينيين هيك عن ظروف الراهنة التي تعيشها في فلسطين نسأل الله لهم السلامة يا رب ستقام في الدوحة فبالتالي حتى لقاءهم مع المنتخب سيكون لقاء مع المنتخب العراق ومن ثم لقاء مع المنتخب الكويتي في الدوحة قرب المسافة أيضا لمنتخب الوطني لربما يكون هناك في معسكر في دبي قريب من عمان من عمان تنتقل الدوحة كلها معطيات تخدم الفريقين ككل فمبارات صحيح أن المنتخب الفلسطيني خسر في مباراتها ولكن منتخب قادر منتخب قوي نهيك عن منتخب الكويت اللي أكيد التطور سيكون موجود وضع النقاط على الحروف خلال المؤتمر خلال المعسكر سيقيم من منتخب الوطني التطور على الأثنين سيكون أبو خالد يشكر الاتحاد الفلسطيني على تفاهم الموضوع لأن الظروف الأمنية صراحة غير متاحة هي الظروف الأمنية ليس متاحة ليس لنا حتى على المنتخبين حتى على المنتخب الفلسطيني والأمور الأمنية والوضع الأمني بشكل عب غير جاهز أنه يستقبل كمبارات مثل هذه التصويرات وأيضا يشكر الاتحاد القطري على قبول الدعوة بأن تكون مبارات في الدوحة لأن المنتخب الفلسطيني أختار سنغافورة كبلد مضيف مليزيا أعتقد سنغافورة لا لعبه مليزيا أو المبارات مليزيا أو المبارات مليزيا فأيضا هذا يقدم له الشكر اليوم أنه تقبلوا دعوة المنتخب الكويت بأن تقام المبارات في الدوحة هذا سهل سهل لنا ولهم في حضور حتى الجماهير الفلسطينية اللي بوجودة في دول خليج قادرة على أن تروح القطر وتشجع وتشجع فريقه وأيضا الجماهير الكويتية على قرب المسافة مع الدوحة أمر إيجابي لكن كثير من الناس يعني يعني يعول على أن ممكن أن نتجاوز المنتخب الفلسطيني في المبارات المقادمة بس نتكلم نحن نتكلم شوف الفريق اللي استطاع أن يوقف المنتخب الكوري الجنوبي في كوريا في كوريا هذا مستهل وحتى في مباراتها مع الأردن ترى الهدفين جوا في تغريبا يعني كانت واحد واحد نتيجة فيه تغريبا آخر يمكن سبع ثمان دقائق سجل المنتخب الأردن هدفين اللي نقصده إحنا مو في أفضل حالاتنا أخذنا نقطتين من فريقين محترمين بطل آسيا الثاني وصيف آسيا وبطل كاسر خليج لكن لغاية الآن إحنا مش الأفضل في المجموعة وفنيا إحنا مش الأفضل في الغدل وقد نكون إحنا مو أفضل حتى من فلسطين فنيا فالمنتخب فلسطين الفريق مو سهل لكن أنا نقل المبارات إلى الدوحة أنا أعتقد قد يكون عامل إيجابي للمنتخب الكويتي بحيث أن نفس الأجواء الجماهير قادر على التنقل بسهولة أن تلحق الفريق في الدوحة وتأذر من المنتخب أعتقد يعني نقل المبارات إلى الدوحة هو أمر إيجابي لكل منتخبين وبالأخص المنتخب الكويتي أبو سليمان بالنسبة للمشاركة اللاعبين منتخبنا اللي قلنا السبعة وثمانية من فريق نادي الكويت وعملية الانتقال والاتحاق بالمعسكر المدرب راح يمكن يبتغد ثلاث إلى أربع أيام راح يكونوا اللاعبين منتخب الكويت فريق نادي الكويت موجدين أخي حامد ما نتكلم عن لاعبين فقط نادي الكويت نتكلم تطررنا في أحد الحلقات أنه في الجولة اللي بعد التوقف أكثر اللاعبين نتكلم عن ممكن 11 لاعب أو 12 لاعب ما شاركوا كأساسيين في الجولة الرابعة وهذا أيضا ننتبه حتى على الاستعدادات نادي الكويت يمكن يكون حتى اللاعبين مرهغين اللعبوا اليوم أمس مبارات غوية عندهم في الجولة الرابعة الخامسة والساتسة أيضا مباريات أيضا نتكلم عن اللاعبين الباجيين هل المدرب من المنتخب هل راح يفتقد فهذا اللاعبين نادي الكويت أو نفس الشي سالمية وكاظمة والعربي أيضا ما راح نشوفهم أنا بالنسبة لي أشوف أن السيناريو راح يتكرر الجولة الخامسة والساتسة عن نفس الجولة الرابعة راح يكون ابو نواف بنسبة لعدم مشاركة اللاعبين المنتخب وقلنا احنا بأن تطرغن في حلق من الحلقات بتواجدهم على ذكرة الاحتياط وإحنا مقبلين على تصفيات مهمة في أحلك الظروف بالنسبة لي منتخبنا وطني أو حلم بالنسبة لنا بحاجة لهم بحاجة لهم لو تحصرها ترى خلي اختيارات مني منك عندي تحصرها هذه العشرين لاعب مميز عندك هذه المختارين لا أفضل ما وجود أنا متأكد يعني أنت ممكن تختار هذا في الجولة الأولى والثانية زين ولكن تعال دخل بالمنافسات أنا أتصور هذه اللاعبين لهم الأميز والأفضل الموجودين أنا معه وني رواء الله أنه فيه لاعبين مشاركين وعددناهم ما يشاركون أساسيين بالكويت بس صدقني مهمين يعني الظفيري لاعب عنصر مهم مشاركته يعني أحيانا يكون أساسي أحيانا يكون بعد الشوت الثاني نفسه فيسط زايد رضاهاني سامي الصانعي نفسه شيء رباباك الشمال يعني فيه لاعبين فأهد الهاجري بس أنا متأكد إذن أنت محتاجه من المنتخب لاحظ أنت بالجولتين الأخيرين بدأ فيهم المدرب مع المدرب جديد بعد بالساحة لو يلعب أساسي بفريقة راح يكون عطاء أكيد مختلف مع المنتخب أكيد عطاء أنا لاعب أمر طبيعي فيه إحساس بالأجواب بشكل عام بخالد أخذ مني يعني كذر ما تتدرب إذا أنت ما تشارك فيه مباريات نفس المباريات ونفسك كلاعب بالمباريات تختلف عنه كذر ما تدرب سأنا كانوا تدرب لا ما تتارك ما تلعب مبارات مبارتين نفس المباريات هو اللي يخليك تعطي رتن أفضل بس نقطتك بنواف أن هذا الأميز عندنا أنا سواء احتياط أنا رأيي في وجهة نظري إذن العشرين أو خمسة وعشرين لاعب هم الأميز هم الأفضل بالساحة أبو أحمد أشتراك بالموضوع والله أنا يعني أنا قلتها أتوقع أنا المدرب راح يغير بعض الأساميع خصوصا اللي يلعبون أساسي حتى لو كون اللي ما أظهر مستوى خلال لعبتين أتوقع أنه ما راح تكون لفرصة اللي اللي ما أقدم للمنتخب لا كأساسي كأساسي هو غير هم الأمبارات هم الأمبارات الأولى هم الأمبارات الثانية لا لا أشرك مهدي وأشرب عذبي ما أشرك متشضاء هذا من حقه لا لا أنا أتكلم على اللي يعني اللي يشارك مع نادية بصورة أساسية ولا شيء يمكن بناها فتكلم على مثل في عناصر ما عندك يعني تكلم على غلوب الدفاع في هذه الهاجة خالد محمد إبراهيم حتى لو ما يشارك مع فريقه راح مطجبور ما راح ما عندك غيرهم فهذه لكن العناصر اللي ممكن تكون لني عندي الخيارات في أني أنا ألعب عندي جناح عطيته بس ما أقدم لي بس أشوف في جناح لا ممكن يقدم لي راح يكون على حسابه الاثنيني ما كان متواجد عدل موجب بالاختيار بالاختيار نزيل الاثنيني الحين في جولتين ممكن الاثنيني يطلع بظهر بصورة سيئة بصورة جيدة والمدرب يصر أن هذا متواجد لأنه حين جاهز بالوقت الحالي وأنا دائما أتكلم المدرب هو يشوف جاهزية اللاعب لي بعد يومين بعد أسبوع ما أتكلم على الأسم أنه زين لأنه راهن على بعض اللاعبين والتواجد وحتى المبارتين ترى جرب فيها اللاعبين واي إحنا كنا تتكلم يوسف ماجد تتكلم لليش ما أظهر يعني هو بيّن لليش ما لحبه المبارت الثاني لما أشركه فهي الخيارات أنا بوجهة نظر أن المدرب راح يختار خلال الجولتين بغض النظر على الاختيارات اللي مضمونة فيه اختيارات عنده وجربه من المتخب عارف أن اللاعب لا يمكن استغني عنه لكن فيه اختيارات أنه أعطاهم الفرصة بس ما ظهروا بصورة وهناي الاختيارات اللي بتكون فيها التنافس في بعض اللاعبين كان يلعب بصورة أساسية أو صورة هذا فأنا براي أنه راح يروح للأجهز هذا الصعوب أبو عبد الله إلى الآن عملت الاختيار والاستغناء عن اللاعب ومن اللاعب الأساسي من اللاعب يدخل فيه بالشرطة الثاني إلى الآن تحس المدرب مماخذ الوضع خصوصا أنه جاي يعني احنا قلنا فترة فترة قصيرة لكن تأثيرها طبيعي أن يكون مباشرة طبيعي فأنا بوجهة بوجهة نظري في مراكز في الثلاث خطوط هي أمر مفروغ منها تكلم عن فهد الهاجر وخالب محمد إبراهي كل اللاعبين وإن كانوا دكة لو افترضنا أنهم دكة في أنديتهم أنت ما عندك البديل خاصة أن كل اللاعبين أنت على علم أنهم كفاءة تكلم مركز رأس الحربة افترضنا يوسف ناصر ما يلعب شنو خيارك شنو بديلك من عندك في الكويت ممكن يلعب رأس حربة سلمال عوضي سلمال عوضي هم بنادية ما قاعد يلعب أساسي بعض المراكز أنت مجبر عليها مجبر عليها تكلم كارتكازين في وسط الملعب سلطان العنزر وضهاني كل اللاعبين هم في الدكة أنا أقول لكم هم أفضل ارتكازين في الكويت وقاعد يشارك ما تقر يعني واحد نفس سلطان تقول ما أخذ سلطان واحد نفس الضهار تقول والله ما قاعد يشارك ما رأح أخذ ما تقدر وجرب لا موضوع أن أبو عبد الله البديل موجود النقطة وين النقطة أن المدرب ما عنده خيار ما عنده خيار فيه إنه ممكن أنا ما لعب سلطان وما لعب رضهاني لأن أنا عندي بدلة قاعد يلعبون بشكل أساسي وأفضل لا أنت ما عندك أفضل عندك ممكن في لعبين يلعبون اتكاز وقاعد يلعبون معنديتهم بس مو أفضل في قلوب دفاع يلعبون قلوب دفاع وعندهم استمرارية معنديتهم بس فعليا هو مو أفضل من خالد إبراهيم ولا أفضل من فهد الهاجر فأنت تظهر على الخيار الثاني اللي هو من هو الأفضل والجاهزية يمكن ما تكون مئة في المئة لكن من خلال التمارين أنت مظهر المدرب يعني لا يلام المدرب أول المدرب ما صار الله يمكن تتكلم عن 20 يوم ماسك المنتخب يلعب مباراة أمام المنتخب الأردني وصيف آسيا ويلعب أمام المنتخب العراقي بطل آسيا يحقق نقطتين في لاعبين نصهم موجودين في الدكة ما يمكن يسوي المدرب وهذا الأمر مثل ما قال بوسليمان ستكرر في الجولة الرابعة والجولة الخامسة والسادسة ستكرر الأمر اللاعبين المنتخب ستشوفهم في الدكة في الدكة موجودين ما الخيار ما أخذهم لأن الذي يلعب ما هو أفضل من اللاعب الموجود في الدكة لذلك ستستمر الوضع على ما هو عليه يختار اللاعب الذي يقتنع أنه يفيده فبالتالي هذا الأفضل بوسليمان وما يكون دافع لللاعبين اللي ما في غير هذة اثنين بالاتكاز أو في قلوب الدفاع مثل أني أنا أبرز أو أكون أفضل من خالد محمد إبراهيم أو من سلطان العنزي في مركزه أخي أكونوا أغعين هذا واقع اللي عندنا يعني كبات قالوا أنه ونتفى مع رأيهم أن هذا الأفضل حتى لو ما يشاركون يجب يكونوا موجودين ولكن أنا اليوم أتكلم ما أتكلم اليوم دائما أعطي العذر للمدرب أنه ولا ما صار لمدة ما صار لمدة ما صار لمدة أعتقد أن في المدربين خاصة ما يكون في مدرب عنده خبرة عنده مشاركات مع أندي ومع المتخبات في بعض المباريات وكابتن محمد يمكن أحسن منها في هذه الأمور يجب أنك تصرف تصرف سليم مو معناه أني أنا ما عندي لاعبين وما عندي مودلة ووقتك صغير أعطيك سبيل مثال مثلا لما ينترض منك أول سبع دقائق أحسن لاعب في المتخب العراغي وأفضل لا مدافع ممكن في آسيا يجب أنك مدرب أغير خطتي في سيناريو في سيناريو معي ولكن أتبع نفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس اللاعبين في شوط واحد أعتقد هذا الشغل مدرب ويلام على المدرب غير طريقة الاعتراءة مسلمان ما غير ما غير الفريق ما تغير ما تغير بشكل عام ما تغير نهائي من أول دقيقة لأخر دقيقة لا نتكلم عنه داية الطرد أول الطرد ما تغير الشوط الأول نهائيا نفس الشكل ولا في خطورة ولا في كثافة عددية هني يبين المدرب في بعض المدربين ليش نقول بعض المدربين تبين لمساته بسرعة هذا المحك وهذا الموقف اللي فعلا نشوف تعامل المدرب مع هذا الأمر وهذا الطريقة ولكن ما أجي أنا كل مرة أقول والله المدرب يبيه إلى وقت وما عنده لاعبين وما عنده بودلة نعم ما عنده لاعبين وما عنده بودلة ولكن عوضها بشيء ثاني عوضها داخل الفريق إذا كنت خسران شن السيناريو لتلعثي إذا كنت بحاجة إلى الفوز شن السيناريو لتلعثي تغير طريقة اللعب تغير أمور كثيرة فبالتالي الكابتن محمد وانت أخبر بالموضوع هذا كارلو أنشروتي مدرب مدريد لما سروع عن الفلسفة والنجوم وما عندك رأس حربة صريح كريسيانو طلع بنزيمة طلع شو نتحق الألقاب شو تتسوي جدام ما شلصة سيتي والديني هذي كله كان موضوع جدا سهل مع كرة حاجم فقط الكرة دافع لسي انتهى الموضوع نحن نحن كل موضوع بكل التسعين دقيقة نحن مدافعين لدرجة أن نقصي اللاعب آخر عشر دقائق ربع ساعة شوفنا جرة منتخب العراقي وتشكيل الخطورة أنا أتفق يا وعد بالأخير نحن نقول فترة بسيطة وصيرة هذه الكل يعذر أو معها الموقف ولكن ظروف المباراة ظروف المباراة هذه ما فيها مدرب صلى مدة ولا صلى يعني مدة قصيرة أو مدة طويلة هذه الظروف المباراة من السيدية من دي الأولى من دي الأخيرة شكل الفريق ما تغير اسلوبك أو التشمالك الذي يمكن تعمل الفارق فيه بصمة من بره البصمة ما بيين أضيف إضافة يعني هذه ما يحتاج أن المدرب صلى مدة أو قصر المدة تغيير دقيقة 65 أربعة لعبين أربعين بالمئة من فريق تغريبا هذه 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 شتة الفريق يعني يعني ما قدر قوله هذا تول مدرب ولا قدر قوله هذا ما تدخل العقل بعد ديقة أصاب عندي لعب لذلك كنا نمت تلفت شمال يمين وهذا الأمر يمكن تحوشنا وائد على الدفعة على أنها الدفعة وحدة إحنا حيانا تحوشنا هالأمور هذه ولكن تحوشنا تسعين ثمانين بجدنا كل تبديلاتنا صار عندي واحد مصاب ولا صار عندي طارد ولا صار عندي شيء ما أقدر بس بدي 65 أنا مبدل خمس لاعبين هذه لها علام استفاهم وإن شاء الله الأمور جاية تتصلح أكثر وكثر لأن بالأخير هذا منتخب وهذا الأميز اللاعبين الموجودين والصورة قد تكون هذا العراق أحسن مني وادل أردن أحسن مني وادل أنا ترى بالفرق هذه الموجودة أنا أقل واحد مو أفضل منهم بس أكو ظروف أحيانا أنت تطمع فيها صحيح مذل ما صارت الظروف الأخيرة هذه مع العراق أفضل لاعب بالهجوم ما يشاركوا إياهم أفضل مدافع يخرج منهم ما لي فرصة ما لي تزديدها ما لي شيء يعني تزديد شو سوف ناصر على الأقل مذل ما قال نعم ولكن إحنا قلنا ولكن الظروف متاحة ما يكون ما يكون طموح بالنسبة لنا بس قاعد تعاون يعني يشوفوا المبارات الأولى يمكن عندها فترة كثيرة دخل في مهدي ودخل في عذبي المبارات الثانية شوي عرف أكثر وكثر قير التشكير ما بدي أساسي لمهدي ولا في عذبي المبارات الياية يمكن يكون عندها دراية ولكن ما بين العشرين لالخمس عشرين فبو أحمد بنسبة أيضا الملاحظات اللي علم مدرب أيضا يعني اللعبين يحتاجون للجراء في بعض المباريات للروح الموجودة احنا ما نشكك أبدا وإحنا قلنا حتى قبل تصفيات ويذكر أبو عبدالله كابتنوال قلنا استمتع بمباريات هذه نعم يعني هذا الأفضل اللي عندنا كلام بنوافق قلناه قبل أن هذا الأفضل عندنا والأميز نعم لكن أنا مو معقول الكورة مثلا تطلع أو تنش يعني كان أنا الخاصة يعني كان متقدم بالنتيجة كان ضيئة وقت ما في الحماس اللي موجود أنت تحتاجها في نفس هذه هذه الظروف خصوصا خصوصا ما يكون يعني ملعب على أرض ملعبك يعني تكلم الدعم الجماهيري مطرود اللاعب كل الظروف وهي أنك أنت تبادر في أنك على الأقل لو يكون المدرب يعني يجبرك أنك تلعب خطة دفاعية لكن على الأقل أنا أبين أني أنا على الأقل أدور للفوز كلاعب داخل ملعب مثل ما تفضلت لما تطع الكراح حاوله بسرعة يستقل لأن كل وقت ليس من الصالح أن يضيع من الصالح في كل منتخب العراق وفرصة وفرصة كل الظروف هل اللاعب يحتاج للمدرب يوجه لا لأن أنا قلت لك ترى العناصر المتواجدة عناصر هجومية فيصل زايد دحام يوسف ناصر حتى اللاعب الوسط اللي ممكن يساندون في عملية التواجد داخل وعندك اثنين أنت ترى تكلم على اثنين سامي ومشاري غنام ثيناتهم كانوا يدشون يعني هذي كل كطريقة مدرب أنهم تعطيك المجال أنك تطلع لكن الجرأة منه مدرب ما يعطيك ما هو لي يعطيك الجرأة اللاعب دور لعب لأنه أنت هذي ليش يقول لك دايما اللاعبين يكونون داخل الملعب هم يديرون المبارات بخبرة وهذا دورهم دورهم أنه أنت المدرب لك اللي يعطيك تعليمات لكن داخل الملعب أنت تعرف أن المدر الفريق الثاني أنه مسلم راد دفع الجرأة اللي ليش إحنا نتكلم على أنه اللاعب لازم لاعب المنتخب لازم تحمل المسؤولية مهو مهو لاعب نادي هو لاعب منتخب عندك مساندة يا أخي حاول كرة الغدم لا تخاف أنك تغلط كرة الغدم مبنية على الأخطاء حاول حاول تأخذ الكرة تستلم ترى مو أنه بعدد اللمسات كرة الغدم مو بعدد اللمسات عدد لمساتك في المنطقة اللي أنت مفرد تلمسها واحد يستلمها من القول شي وردها له هذه اللمسة تعتبر لا لازم ملعب الخاصة فأتكلم أنا نعم أنا تفغي يا أبو نواف قال النتيجة ممكن تكون إيجابية بس مو من كل مرة إحنا نعم هالطريقة ممكن تصبح نتيجاتنا إيجابية ندري أنهم أقوا أفضل مننا وندري لكن قاعد تطلع لنا للظروف لازم على الأغل نبادر ونحاول أبو كارل لمس내 أبو خالج بوابتك إلى بطولة كاسري ما المنتخب الكوري ولا الأردني ولا المنتخب العراقي العمالي والفلسطيني هذا مو معناة أنه المنتخب العمالي أقل منك ولا معناة فلسطين متخب الفلسطيني أقل لا هم يمكن أفضل منك لكن هم Risيا لقد يكونون أقل من كوريا من المنتخب العراقي والمنتخب العراقي هل حسب الجولات ترى اليه فنيا قد يكونون أقل وأحيانا هذا الفريق الأقل كفاءة أو أقل قوة من هذا الفرق قد يسبب لك مشاكل أكبر وتكون مواجهاتك مع الفرق الأقوى تكون أسهل بالنسبة لك يعني ممكن إحنا تعرقل أمام منتخب الفلسطيني أمر وارد وأمام منتخب العماني أيضا أمر وارد لكن بالمنطق بالإجمال كل الفريقين أقل من كوريا وأقل من منتخب العراقي والأردن تبت تأهل هذا البوابة من الصعب أنك تأهل إذا ما تبادر نتكلم عن لعبتين منتخب العراق والمنتخب كم كورنا المتخب الكوتي في كل اللعبتين ولا كورنا كم هجم لك في اللعبتين هجم واحد يعني أنت المنطق يقول إذا تبت تقول الوضع الطبيعي من ثلاث هجمات أربع هجمات تقول قول خمس هجمات ممكن تقول قولي ستة سديدات لك أنت ما تبت هجم ولا تبت بادر ولا عندك خطورة وتبت ثلاث مقاط بالمراسلة ما تجب المراسلة كانت تقول الثلاثة منتخبات فوق وثلاثة أقل فأنت بتسجل لازم تبادر تبت تسجل لازم تهجم لازم تهجب على الفريق وتكون أكثر وصول من فريق المنافس عشان تقدر تسجل عشان تحصل على ثلاث نقاط اللعبتين اللي راضين إحنا راضين تمام الرضا نقطتين من فريقين تقريبا يعني من الفرق المؤهلة لتأهل البطولة كاس العالم عندك اللعبتين واجب أنك تبادر ونشوف بصمة أخرى نشوف شكل آخر للمنتخب التنظيم نوعا ما أو واضح جدا أن التنظيم في فرق كبير عن المرحلة اللي كنا فيها تصفيات كاس العالم لكن طغى عليها الجانب اللعبتين التحفظ والتحفظ واللعبة الأخيرة أمام منتخب العراق تصور يعني بدأنا مباراتها بخمس مدافعين بخمس مدافعين ترى بدأنا خمس مدافعين سلطان النزي كان يلعب بالدفاع مع فهدهاجر مع خالب محمد إبراهيم وأربعة بالنص ونلعب في يوسف ناصر ووحيد وما في أي مبادرة حتى بعد طرد المدافع العراقي تقريبا بدقيقة ثلاثين واحد ثلاثين سحب سلطان النزي ونزلها نص الملعب مع العلم كان المفترض أني أشيل واحد من الارتكازات ولعب لعب مهاجم لعب علي أحمد خلاف لعب معاذ أي لعب ممكن يفيدني بالمهام الهجومية لذلك اللعبتين القادمتين مهمين بالنسبة لنا وواجب علينا التخلي عن الحذر وأننا نبادر عشان تسجل لازم تبادر المبادرة مو بس فقط بالتشكيلة أو بطريقة اللعب دائما المنتخب الكويت وتعود من سنوات طويلة نفس الأسماء ونفس الرتم واللعب محفوظ لأغلب اللاعبين أنا اليوم لما يكون لما يكون مدرب يجب أبادر حتى بالتشكيلة أنا عندي اليوم معادل على سبيل المثال لاعب قاعد يعطي فارغ بالسالمية إذا نزل وعطى فارغ أيضا مبارات الأردن ومبارات العراق شفنا خطورته في شنة تحركاته يا أخي بادر فيه اسم جديد يحتاج إلى الدعم يحتاج إلى التشجيع يحتاج إلى أنك تزجه من بداية المبارات ما في اليوم تقول يا أخاف عليه وكذا كابتن يوسف ماجد لاعب نادي العربي أيضا لاعب مميز وإن شاء الله لها مستقبل خلني أزج فيه وخلني أبادر فيه وخلني غلط مرة مرتين وثلاث هذه المبارات اللي حنا نحتاجها ما نحتاجها حنا مبادرات ما فيه مبادرة اليوم ونفس التشكيل أو نفس الأسماء ما رح يكون فيه مبادرة ولا رح يكون فيه شكل لعب ولا رح يكون فيه طريقة هجومية لأن اللاعبين هذول يتعودوا على ريتم معين وغضر نضع المدرب داخل اللاعبين داخل الحسين يشكناني على سبيل المثال خلي يأخذون الثقة هذول اللاعبين أنا واثق أن اللاعبين ثلاثة وأربعة إذا خذوا الثقة أعتقد رح يقدمون ورح يتغير شكل المنتخب لما لهم يدخلون يدخلون على أكثرات اللاعبين شباب عندهم الغدرة ويثبتون نفسهم وعنده شغف وعنده شغف ولكن يعني 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 للأمانة يعني وهو ترى بادر في هالأمر يعني إحنا ما كنا نعرف يوسف اللاعب العربي نعرف اللاعب العربي يعني يعني لعبه من نص ساعة وربع ساعة لعبهم بداية المبارات كابتن محمد حتى تدريجيا عدوه يبدأ لازم يدخلهم في بداية المبارات يعني هو بدأ فيهم للأمانة يعني يدخلهم يعني وتغير شكل الفريق تغير تغير شكل الفريق يعني هذا جرأة عاد حين هو إشراكهم بالبداية إشراكوا بالبداية ولكن كابتن محمد يجب أن يتم إشراكهم بالبداية لأنه خلاص رتم الفريق واللاعبين طريقة محفوظة ما تغير شيء دفاع استحواء السلبي هذا الأمر يعود لأحين خلال الجولات وحصص التدريبية لأنه مثل ما قال ابنيان حتى ترى حتى الفريق العماني والفريق الفلسطيني هو طمعان بالكويت طبعا صحيح يعني ممكن تكون مباراة مفتوحة ترى خاصة العمان يعني خسر أربع نقاط تقريب يعني خسارة وتعادل خسارتين خسارتين والفلسطينيين خسارة وتعادل يعني وهو طمعان باللعبة اللي يشارك فيها فيها الكويت إحنا ننظر إلى المنتخب العماني والمنتخب الفلسطيني أقل من بقية المنتخبات المنتخب العماني ينظر للمنتخب الفلسطيني والمنتخب الكويتي أقل من بقية المنتخبات المنتخب الفلسطيني ينظر لنا إحنا والمنتخب العماني أقل منافسة من الفرق إحنا الثلاثة فرق المعادلة بين كل الثلاثة فرق هذه اللي قادر على تجاوز بقية المنافسين إحنا وعمان فلسطين اللي قادر على تجاوز البقية هذا ولي راح يحجز مقعد وهو مرتاح المعادلة بعد منك المعادلة شا تقول هل أنت متوقع أو الكويت يقدر يكون بالمركز الأول والثاني لا طبعا لكن في فرص بالنظام الجديد ثالث والراب بس الأدوات والمعطيات لا بس خلنا أقول لك الجولتين شنعاتتك نطبعها عنا قادرين خذيت نقطتين ولا بالحلم أنت بالتكلم عنها يعني أنا رايح الأردن ما أخبر منهم نقطة بهجفة واحدة بضربة جزاء يعني هذين نقول إحنا تكسفوه تلعب بوه بالأخير حصلت على نقطتين يمكن أنا أتفق مع أهل خاصة في بارات العراق ممكن إحنا نطمع إحنا قبل بارات ما نطمع لو العراق بعشرة ممكن يهزمنا يغلبنا بس يعني ترى النقطتين جدد تدل الانطباع شنو الانطباع أن المنتخب الكويتي ممكن يصمت بس ما يفوز في الأداء اللي قدمه في اللعبتين أنا هذا فريق ممكن أتعادل مع المنتخب العماني في ملعبه وممكن أتعادل مع المنتخب الفلسطيني في ملعبه ممكن قادر أن أتعادل مع كل الفريقين بس كهوية ما أعطاني المنتخب أن أنا قادر على هزيمة أحد منهم بس شو؟ ما أعطاني الله أنا متأكد راح يكون في الأمر التصاعد بس شنو يعني أنا أعطيك إيها وهذا يمكن فكر المدرب لما أتكلم على تفصلهم أن أنا خذيت نقطة بالأردن خذيت نقطة مع المنتخب العراقي زين أنا أكيد طريقة اللعب راح تختلف أنا أنا أشوفها شيء كمدرب عدل بس إحنا هل غا إحنا قادرين؟ المدرب لازم يكون عنده المدرب عنده طريقة اللعب يمكن تغير لأنه أنا براي لازم يكون عنده كم أسلوب في المبارات الوحدة حتى المبارات السابقة لازم يكون معود لعبين في كم أسلوب حتى على ظروف المبارات نعم بس يقول لك من كل الوقت الحين ما في عدل أنا براي المدرب الحين في فترة الياية خلاص لأنه ممكن يقال المدرب أي مدرب خلال ثاني مبارات ثالث مبارات هذا صار مع المنتخب العماني مع المنتخب العماني اتخذ غراره وشال المدرب اتكلم عليه فهذه العملية يعني أنك غير المبادرة احنا ننتظر مدرب شنو فكرة هل بيأخذ المباراتين هذين المنتخب العماني ومنتخب الفرسطيني منذ اللي احنا نفكر نأهم بالنسبة لنا أسل من الكوري والأردني والهال احنا وين طموحنا؟ أننا نكون الثاثة والرابع لكن اللي شوفناه إحنا كجدول وإننا ماخذين نقطة من الأردن بالأردن ومع المنتخب العراقي لا صار الطمع نزيد الطمع هذا يجب أن تبادر لأنا مثل ما قال أبو عبد الله إذا أنت بتيه بسلوبك وتما تبادر عمرك ما راح تبادر حتى مبادرة مبادرة تحتاج للجر حتى ما ذكره دموحنا الأول حلنا نتكلم عن المدرب وفكر المدرب وتصرف المدرب بالمباراة نتكلم برأينا المتواضع كلاعبين سابقين ما إحنا مدربين لما أنا تكلم اليوم أشوف لاعب مطرود من المتخب العراقي مثل ما تفضل كابتن محمد سلطان العنزي يأني أخليه يصعد الكثافة العددية أمام المتخب العراقي أو أن يسحب شاري غنام والعب ثلاثة وراء ودخل مهاجم يكون فيه كثافة عددية الأمر آخر مثل ما تفضل كابتن محمد أنا ما أقدر أغير بديه 66 أغير 40% من لاعبين الفريق هذا رح يفقدك التركيز أنت كلاعب داخل الملعب جديد وأنت كالسيستم داخل الفريق لما يتغير أربعة ترى مو سهلة بس بس لما نحب لنطلع اللاعبين مرة حتى اللاعبين اللهم بدون لا 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 ما يخالف بس لما أنا بالنسبة لي أدخل أربع لاعبين فرح حتى اللاعبين داخل الملعب يوم كان مدرب 12 فريق 12 يوم ما كان معاي لا مشاري غنام ولا محمد دحام موجودين في التشكيلة ما عرف شنو الظروف هم مع نادي الكويت هل هم ملتزمين هل هم متمرون ما يجب أني أنا أدخلهم في التشكيلة الأساسية يمكن يتعلقون يمكن يكونوا مميزين ولكن المنطق والعقل يقول أني أنا ما أخذ مبارات من نقطة من المنطقب الأردني يجب أني أبدأ بالتشكيل الصح أريحهم وأشوف ظروف المبارات أكمل لي نفس تشكيل ولكني أنا أدخل العنصرين ما أعلم عنهم أعتقد أن هذا ما كان فيه بوسلمان هو لعب المبارات الأولى يعني إذا إذا أنا أكلمك عن اللاعبين نكبت أكلمك عن محمد دحام والمبارات الأولى لا 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 بوسلمان يقصد بوسلمان يقصد أن أنا نجحت ونتخل بك ليش أغير ليش أغير ليش أدخل لعبين لاعبين ما كانوا معاي ما كانوا معاي 15 شهر نحن نتكلم عن هذا المنطق وهذا الأسلوب الأمر الآخر أحمد الضفيري وفيصل الزايد واحد فقط اللي يكون موجود نفس الأسلوب ونفس الطريقة أعتقد أكثر من مبارات يمكن المنتخب الكويت من سنوات اللي كان فيها كرات عرضية متخب العراق سامي الصانع أعتقد يمكن شرط الأول بس ثمانة أو تسع عرضيات كان يوسف ناصر الوحيد والكرة الثانية كان يستحوذ عليها منه يستحوذ عليها متخب العراق في بعض الأمور لو كانت كثافة عددية موجودة بعض الأمور يمكن صغيرة ولكن تأثر تأثير مباشر على أداء المنتخب وأداء اللاعي طيب نتمنى لها إن شاء الله توفيق ونشوف معكم مشاهد الكرام مع رواد برنامج هذا التغرير الخاص بمشوار منتخب الشباب في تصفيات النهائية لنهايات كاس آسيا 2025 في الصين اللي إن شاء الله ستصطيفها لكويت واللقاء إن شاء الله الأول راح يكون يوم السبت على ملعب عبدالله خليفة بنادي الير مكتب نتمنى أيضا الحضور الجماهيري ومعاجرة اللاعبي الشباب منتخبنا لأزرق في هذا الاستحقاق المهم نتابع معكم هذا التغرير ومثلما نعود إليكم يدشن منتخبنا الوطني للشباب مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا بمواجهة ضد منتخب جزر مريانا الشمالية في الثامنة والنصف المساء يوم السبت على استاد نادي ليرموك بمشرف وكان أزرق الشباب قد استعد لهذه التصفيات بإقامة عدة معسكرات خارجية خاط خلالها سلسلة من اللقاءات الودية كما شارك في بطولة غرب آسيا للشباب المملكة العربية السعودية ضمن برنامج إعداده لهذه التصفيات وتكمن صعوبة المواجهة الأولى لمتخبنا في شح المعلومات المتاحة عن منتخب جزر مريانا الشمالية الذي يعتبر خصما مجهولا لكافة منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الإمارات واللبنان وكوريا الجنوبية نحن سنأخذ كل بطولة نهائي بالنسبة لنا نفكر في الإمبارات الأولى ومن ثم الإمبارات التي بعدها كوريا وتاريخ 25 ضد لبنان واللي بعدها في التاريخ 29 ضد المنتخب الإماراتي والله ما أقدر أقول لك معلومات لكن عندنا أكثر من مبارات والجهاز الفني قاعد يدرس منتخب جزيرة مريانا الشمالية إن شاء الله نأخذ المعلومات الإيجابية والسلبية بالفريق وإن شاء الله اللاعبين يطبغونها في حذافيرها إن شاء الله إحنا ما عندنا أي معلومة بس إننا رح ندش ونقاتل حال حال أي منتخب وإن شاء الله ننفوز بأول مبارا ونقدم الأداء الجيد إن شاء الله طبعا هذا الفريق حال أي فريق نحترمه رح نمش على خطة معينة وتكتيك معينة من المدرب وإن شاء الله الأمور كلها بتكون طيبة بإذن الله وتنطلق مواجهات المجموعة رسميا في الخامسة والنسب المساء يوم السبت بلقاء يجمع بين المتخبين اللبناني والإماراتي يليه مباشرة لقاء الأزرق بنظيره منتخب جزر مريانا الشمالية علما بأن متصدر ترتيب كل مجموعة من المجموعات العشر التي تتألف منها التصفيات يتآهل مباشرة إلى النهائيات التي ستضيفها الصين في فبراير المقبل إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات العشر تابعنا معكم مشاهد الكرام هذا التغرير الخاص بمنتخب الشباب نتمنى الشهر التوفيق كابتن محمد بالنسبة لمنتخب الشباب نحن لا نتتخب بالتفاصيل الدقيقة كثير ما هي رفع معنويات للعب بين الشباب هي فرصة بينهم تقدمون نفسهم للجماهير أسماء جديدة قادرة أن تثبت نفسها خصوصا أن هذا المنتخب هو نواة بالنسبة لمنتخبنا الأول شوف أنت لو تتصور أتيب هذا المنتخب حاليا أن تتكلم حين تأخذه من لندية وتلعبهم كمنتخب أنا أقول لك لندية ودورينة كان ضعيف جدا أعتقد أن المنتخب هذا متعب عليه يمكن أن يكون كثير من المعسكرات صحيح إنما نصرح جراحه العتيجي أنا أعرف هذا اللاعب وأعرفه كشخصية أيضا مسؤولة للفريق أن المنتخب هذا متعب عليه في معسكراته وفي مبارياته التجربية وأنا أتصور أن معدل لياقته وأذن معدل خبرته طافت عن حدود الأندية اللي يلعب فيه يعني هو لو تيب من نادي أنا متأكد متأكد سبعة من عشرة أو ستة من عشرة صحيح المنتخب أتعوب عليه من متعوب عليه أنا أتصور في هذا الأمر أيضا بدنيا أهم شيء أيضا جانب البدني الواحد ضد واحد القوة التحمل القوة الياغة البدنية فأتصور هذا من خلال معسكراته ومبارياته التجربية وأيضا دخل في الطولات أتصور هو قادر أن أهل نفسه لأنه من خلال المجموعات عشر مجموعات ويبون المراكز الأولى مراكز الأولى وكل مجموعة ويبحثون أيضا من خمس أفضل ثواني كل مباراة مهمة نتمنىها نتمنىها لأن هذا متعوب عليه وأتمنى أنه في وجوه جيدة وفي وجوه شابة ووجوه أيضا كانت أنا أحد الوجوه يعني أثنين من الوجوه كانوا عندي أنا قرميت في نادرات سيف المركز في فريق الأول بالتالي أعتقد أنه إن شاء الله يبشر بالخير وأنا متأكد أنه راح يبشر بالخير إن شاء الله كابتن أبو أحمد بالنسبة للمنتخب الشباب والفرصة المتاحة وخصوصا أن هذا المنتخب وهذه الأسماء الموجودة وكثير من أسماء الشعر الرياضي متحمس لها هذه الأسماء اللي لم أشاهدها بالتلفزيون في نقل تلفزيون تلفزيون القناة الرياضي راح ينقل هذه المباريات حضور جماهيره دعوة الجماهير بأنها تحضر هنا يقدم نفسها أكثر بالتأكيد فرصة أنه متعوب عليه من خلال معسكرات أكثر من أربع إلى خمس معسكرات بوجوده في بطوط غرب آسيا فاللعبين يعني عنصر الليغة بدنية والذهنية موجودة بالتأكيد يعني هو أعداده لا باس نتكلم على المنتخب وعندنا فترة جيدة وبتأكيد ندري يعني مجموعة صعبة جدا وحتى نظام البطولة يكاد أنك تحتاج أنك العشر الأوال وبعدين الخمسة من الثواني فهي بطولة الإيجابية فيها أنه على ملعبك فرصة اللاعبين إثبات وجوده فرصة أنه معرفة الناس فيه شهرته راح تبدأ أكيد أكيد المباريات راح تتابع العيون تكلم حتى كفائدة اللاعب من ناحية العقود كل الأمور محفزة أنه أظهر في صورة جيدة ويستغل هذه فرصة ويستغلها يعني هي كأنها فرصة تيك عدل حاول تقدم فيها لأنها هي هي مو مباراة كودية لا هي مشاركة رسمية مشاركة بس رسمية حقيقية أول شي لأننا ندري ونتكلم على المنافسات في دور الشباب أو في الدور منافسات ضعيفة جدا فهذه الفرصة أنك أنت تثبت وتعرف قيمتك الفنية كلاعبانا وحتى المدربين حتى الجمهور فهي دائما أنا أقول لازم نحاول لازم نحاول وظروف كلها متاحة لنا ندري الفرق أكيد يعني تفوغنا من ناحية الخبرة من ناحية الإعداد من ناحية البنية الجسمية البدنية تكلم لي آغة البدنية لكن أنا على الأقل أنه تعب على المنتخب على اللاعبين أنه يقدمون صورة جيدة للدولة والشيء للمنتخب للناس اللي بتتابعهم وكل الأمور محفزة أنك تظهر على الأقل بصورة جيدة أنك الناس على الأقل قاعد تابع صحيح والأمال معقودة أبو عبد الله على هذا المنتخب خصوصا أنه من خلال التصريح جراح العتيجي بأنه كل مبارات بالنسبة لنا بطولة أنت في مجمواتك كوريا الجنوبية منتخب اللبنان الإمارات الجزر ماريانا يعني الشيء مميز أنه سنلعب من منتخب هذا منتخب الجزر ماريانا ذكر اللاعب الكابتن أنه نحن لا نعرف لكن نطبق التكتيك المدرب في هذه المبارات كل مبارات خصوصا أنه عندك فرصتين يعني أنك الأول تتأهل مباشرة الكاس آسيا بالصين أو أنه أفضل ثاني فحتى نتائج محسوبة حتى عده هداف محسوبة بالنسبة للمنتخب لازم نستغل كل مبارات صحيح بخال بداية نحن لازم نوجه الشكر حق أخي جراح العتيجي أبو محمد هذا الشخص دائما متواصل والأمانة حتى لما كان مع المنتخب الأولمبي أي استفسار أي كان كان في الكويت بر الكويت في آسيا في أوروبا معسكرين أي اتصال مبادر متواصل معنا بشكل دائم سراحة يبلغنا في النتائج في المستويات في الإعداد الخطة القادمة كل شيء كل الشكر حق أخي جراح العتيجي أبو محمد أبو خالد الوضع لا يخفي عليك هذا المنتخب هذا المنتخب موجود حاليا يضم تقريبا يمكن أفضل عناصر مواليد 2005 2006 تقريبا هذا المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللعبين الأخوان تكلمون عن المعسكرات خاصة في آخر المعسكرين أكثر من المعسكر تكلم عن آخر المعسكر أعتقد في كرواتيا ومن ثم في المعسكر الختامي كان في تركيا كانت نتائج إيجابية في تركيا يعني كان متواصل مع أبو محمد جراح العتيجي يعني فايزين على فرق يعني نتائج إيجابية يعني خمس مباريات معاندي منتخبات يعني تكلم فريق سكاريا التركي الثين صفر تكلم مع أيوب سبور فايزين الثين صفر تكلم عن كوجالي الثين واحد فايزين متعادلين معه إسلاندا نادي زاخو العراقي الأول صفر صفر فايزين على منتخب بلاروسيا واحد صفر نتائج إيجابية بلاروسيا هذا الأمر نتائج نمشوفه في أرضية الملعب للعمل المنتخب الآن هو في معسكر داخلي من تاريخ 16 من تاريخ 16 هو في معسكر داخلي استعدادا لهذه البطولة لذلك نحن نؤمل بشكل كبير على نتائج هذا المنتخب إن لم يكن في الصدارة على الأقل بالوصافة في عدد معقول من النقاط بحيث أنه يمكن لتأهل إلى لنهائيات كاساس لأن هذا الفريق بحكم متابعة لهذه المرحلة في من الأسماء يعني أسماء كبيرة وأسماء يعني تصور اليوم هذه ترى لسنين ما كانت موجودة إن لاعب موجود في المنتخب الأول ويلاعب في منتخب تحت 20 سنة هذا ما صارت يوسف ماجد موجود في المنتخب الأشرين موجود يعني إحنا المنتخب الأولمبي كنا ننتقد المنتخب الأولمبي بأن نقول ما في واحد ما في لاعب في المنتخب الأولمبي الآن عندك لاعب في منتخب تحت 20 مثل المنتخب الأول ناهيك عن لاعب أنا أعتقد راح يكون نجم هذه البطولة عيد طلال المطيري لاعب نادي النصر أعتقد راح يكون راح يكون بصمة في هذه البطولة لاعب مميز والإخوان هنا أثنوا عليه حتى في بطولة الدوري ومباراة الدصر أثنوا على هذا اللاعب ومكانيته والمهار اللي يمتلك لاعب ممتاز لاعب مميز أعتقد راح تكون بصمة مع يوسف ماجد لكن بشكل عام أنا أقول هذا المنتخب إن شاء الله قادر أن ينتقل فينا إلى مرحلة أبعد من الصدارة أو الوصفة هذا ينتبهنا مسلمان الأوراق معك أنا مرحس الكيس قولي نشوف المدرب طبعا كرواتي أعتقد قبل أربع الشهور تقريبا وكان طاغم أسباني قبله طبعا المعسكر الأول في منتخب واطر في شهر واحد 23 لما نتكلم عن سنة نصف كأعداد بعدها المعسكر الثاني في عمان شهر أكتوبر أيضا المعسكر الثالث مع الاتحاد المدرسي في يناير السنة هذي 24 المعسكر الخامس أيضا كان في البحرين بعدها اتخلوا غرب آسيا في سعودية بالطايف نعم وكان طبعا نتائجهم خسارة من المتخب العماني 2-1 خسارة من المتخب السعودي 3-0 وتعادلوا مع المتخب اليمني بعدها أيضا اتخلوا إلى طبعا كان فيه أيضا بطولة الخليج بضبي في شهر أربعة وحقق المركز الثالث بفارغ الهداف بعد فوز على الأعمان والبحرين وخسارة الأمارات 2-0 أيضا راحوا مع أسكر الصربية تقريبا عدد المباراة اللي لعبها 20 مباراة ما عندي المتخبات 6 فوز 8 خسارة 6 تعادل سجل 32 هدف عليه 26 هدف طبعا البركة بالشباب وأنا واثق 100% أن فيه شباب أو فيه لاعبين مميزين وراح يبرزون في هذه البطولة إن شاء الله نتكلم يمكن عن أفضل لاعب والذي نتحمد له بالسلامة ونقول إن شاء الله ما يشوف شر اللي هو كبتن أحمد خرشيد لاعب النادي العربي غلب الدفاع الوحيد اللي تقريبا لعب 6 مباريات ورا بعض نتكلم عن المنتخب العماني بالكويت مبارتين لعب أيضا أمام المنتخب المصري وبعدها لعب مباريات هرب آسيا كاملة هو اللعب الوحيد اللي لعب سنت مباريات أنا أيضا أشوف جاسم شمام العربي من اللاعب المميزين أيضا نتكلم أيضا عن عبدالله فهلس أيضا في غلب الدفاع لعبين نادي الغادسية نتكلم أيضا عن لعبين المميزين صراحة نتكلم عن أحمد بوداي جاسم مطر نتكلم عن الخارقاوي خالد الخارقاوي نادي الكويت لعبين المميزين صراحة اللي يعتقد إن شاء الله بإذن الله راح تكون يكونوا الإضافة في هذه المطورة فبالتالي هذه الأسماء بندر نوافة أيضا من اللاعبين نادي ناصر من اللاعبين المميزين وهذا المنتخب متعوب عليه هذا الكلام نقال بوله وهذه فرصة ولابد الاهتمام يكون يكون أكبر على هذا المنتخب أكيد لأن هذا رح يكون أيضا رديف تكلم عن سيدة الأولمبي ورديف الأول نحن في السنوات سابقة ترى ما كان عندنا يعني باتر مدرب المنتخب يحلى ينظر مني ومنا يعني يتابع الأندية ولكن أيضا يتابع المنتخب الذي هو معد إعداد خوي وبدني وجاهز ليش أقول لك هذا لما أخذينا إختياراتهم وما أخذينا من الأندية أقول لك شوط ما قدروا نكملون أنه فعلا أنا أعرف دورينا خاصة المراحل السنية المسابقات الصغيرة هذه يعني حتى صفر على الشمال ولكن لأنه متعوب عليها خلال خمس معسكرات صلى سنة ونص وطاغم فني وطاغم إداري ولاعبين مميزين كانوا بالفريق الأول أنا ذكر اسمين جاسم شو مو جاسم المطر جاسم المطر والبدي والحمد بدي من اللاعبين أنا لأذكرهم أنا كانوا معاني وتمروا ناعي تقريبا أكثر من ستة شهر من المعسكر لغاية لغاية الدوري وبعدين شاركوا في في المراحل وشاركوا بالمنتخب لذلك كاسمها أيضا نابنان العربي وناد الكويت وناد الكاظ وكل الاندية بالتالي بدأوا من المنتخب متعباله أنا متأكد رح تكون نتاجة إيجابية وروحهم العالية شنو المهم جدا خاصة في هال المسابقات المهم جدا أن الحالة البدنية لاعبين هذين الصغار حالتهم البدنية قوية التحامهم قوي واحد ضد واحد قوي يستطيع يشارك الهجمة ويرجع الهجمة قوته خلال شوطين نفس القوة نفس الهداء أنا أتصور أنه رح يقدم مبارئة وايج زينا كابتن محمد بعد إذنك كابتن محمد السلبية الوحيدة للأسف أنه بعد عودتهم قبل شهر من المعسكر انضموا لأنديتهم في مسابقات لا ما في مسابقات هذا للأسف الأمر السلبي شوف اللي نوعا ما رح ييري يعني أنا تكلمت مع الأخوان في أحد المسؤولين في الاتحاد وقلت له مفروض أنه أن يكونوا تحت إشرافكم لما يرجعون يكونوا التدريب تحت إشرافكم بغض النظر عن أنديتهم ولكن القاب الكبير هذا الحين اللي صار تقريبا شهر أو عشرين يوم مموجودين مع المنتخب ما تدري اليوم شلو نوعية التدريبات في النادي هل في التزام ولا ما في التزام بس الاتحاد بعد ذلك كذكرت نقطة مهمة أنه تحت إشراف الاتحاد نعم بأنه يتشيك معهم بمشاركاتهم مع أنديتهم لا 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 يكونوا مبارياتهم لا 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 يتمرون أن ما في مسابقة يكونوا موجودين أنا أقصد نير أشوف لو الاتحاد الكويتي يعلم أنه أكو مشاركة في خلال هذا الشهر يعني بعد مكرة يوم السبت هم مبارياتهم يعني التكلم على شهر آخر تسعة مبارياتهم الاتحاد الكويتي يدري أنه بها البطولة هذه كان يفترض أيضا يخلق هذه المسابقة بدام ترديتهم لأنديتهم لازم تكون هناك في مسابقة تدخل على طول بس ليش أقول لك أنا بادام أنه متعوب عليه وما أخذينه بفترات طويلة بس القاب هذا هذا القاب هذا ممكن يأثر بالفور ما يكون يكون أفضل إي إي لأنه تخلق المسابقة تعملك مسابقة إحنا إحنا من يوقف دوريا ليش نسوي مسابقة تكاسر التحد نتشرك عشان يواصل هذا اللاعب هذا بنفس الحالة أنت تدري أكو بطولة جاهدة غادمة وراح يعودون لأندياتهم مدة شهر نقول هالشهر هذي يضيع عليهم بس فقط تدريبات وأكيد يعني الأخوان من تبهين لهذا الأمر بوحفة عندك إضافة ايه بتأكيد يعني جدول لا أنا يعني خلني أعطي خلني قيسة لللاعب مثلا اللي يشوف المتخب الأول تكلم على معدل الأعمار فوق الثلاثين يعني فرصة فرصة أنا كلاعب مثلا ما تفضل للأخوان خصوصا يوسف ماجد تكلم عليه أنه هو اللي اللعب تحت منتخب الشباب وقاعد يروح فحتى اللاعبين اللي باجئين لتثبت نفسك المجال مفتوح لك لأن معدل الأعمار اللي منتخب الأول معدل فوق الثلاثين ففرصة لك الأولمبي ما استغلها منتخب الأولمبي ما قدم شيء واستغلها عدل وشفنا ممكن بعض العناصر مثل سليمان العوضي تكلم على بعض العناصر لكن فرصة لك التلحي لأن عمره 18 ترى مصغي 18 قاعد يلعب منتخبات كبيرة 20 سنة لتكلم على 2004 أو 2005 تكلم على جريب أنك تكون 20 سنة فأنت مهيأ لأنك تكون منتخب الأول وهذا من الأمور الحافز لك لاعب أنك تثبت وجودك في مبارات نفس هذه أو في بطولة أو مجمعة نفس هذه أنك تثبت وصير العين عليك بخاذ على السريع ليش نقولك احنا نتأمل من هذا المنتخب الشيء الكثير ترى هذا المنتخب تقريبا كانوا من المدرب البطني طارق الخلايف كانوا من المراحل السنية تحت 12 سنة تقريبا أقلب لاعبين المنتخب الموجودين الآن هم معهم من تحت 12 سنة أنا يمكن ما أعرف بقية اللاعبين في الأندية الثانية لكن أكلمك في القاتسية جاسم المطر وحمد بودي هذول متواجدين من العام مع الفريق الأول يتمرنون مع الفريق الأول وراحوا معيس كريم مع الفريق الأول يعني الخبرات التدريبية أعلم منها يعني عمارهم 17 كانوا مع المنتخب الأول أو عمارهم ما كملوا 18 هما مع المنتخب الأول فهذا الصراف لاعب ممتاز جدا فهذا الصراف للتو تم توقيع عقد رسمي بطلب من المدرب أنه ينضم إلى الفريق الأول بعقد رسمي عقد خلص نتكلم عن عندنا محمد العمران لاعب الارتكاز ممتاز أحمد الرشيدي محظوظ هذا المنتخب في حراس أنا اللي شايفه كنكون حرس أنا مو شايف كنكون لكن الحراس على مستوى كبير عبدالعزيز عفوا عبدالله الأيوب حارس النادي العربي لهاب يعني حارس راح تشوفون إن شاء الله في القادم يعني خلال ستين ثلاث اللي جايين راح تشوفون عبدالله الأيوب وراح تشوفون عبدالعزيز عبدين حارس فريق ناد القاتسية اللي تم استدعاء بديلا عن عبدالله الأيوب المصاب كل الحارسين يعني بسم الله تبارك الله إذا الله سلمهم الإصابات إن شاء الله بتشوفون حراس على مستوى عالي جدا اتكلم أيضا موجود عيد طلال لعبناد النصر تكلم يوسف ماجد أيضا موجود في خط المقدمة تكلم عن في أسماء قادر تروح بهذا الفريق يعني إن شاء الله إن شاء الله أنه تروح بشكل أكبر لمنطقة إحنا نتمناها إن شاء الله لذلك هذه الأسماء اللي موجودة في المنتخب نعول عليها بشكل كبير نتقدم نتاج إيجابية لتأهل إن شاء الله لوصول إلى أساس هذا يتمنى أيضا دعوة للجماهير لموازرة شبابنا في هذه التصفيات المهمة نواة المستقبل يستحق من الدعم إن شاء الله النقل من خلال قناة الرياضية رح تنقل هذا التجمع نذكر فقط في مباراة منتخبنا إن شاء الله يوم السبت 21 سبتمبر لقاء مع جزر مريانا الشمالية 23 بعدها بيومين لقاء مع كهولة الجنوبية 25 لقاء مع لبنان و29 لقاء مع الإمارات المباراة رح تكون إن شاء الله على ملعب عبدالله الخليفة بنادي يضمك وهي دعوة للجماهير للحضور ومعزرة شبابنا في هذه التصفيات نروح معكم مشاهدة كرام مع هذا التغرير للجولة الخامسة من دوري الزين ومتازك وتقدم ومثلما نعود لكم ابقوا معنا في إطار منافسات الدور الكويتي الممتاز لكرة القدم تنطلق الجولة الخامسة من البطولة اليوم الجمعة بلقاء ديربي يجمع التضامن بالنصر على أستاذ ناصر العصيمي التضامن يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيقه أول فوز له هذا الموسم في الجولة الماضية طامحا في مواصلة الانتصارات ومعتمدا على المستوى المميز الذي يقدمه من ناحية أخرى يسعى العنابي لتضميد جراحه وإعادة تنظيم صفوفه وتعويض نصيف النقاط ليعود إلى سباق المنافسة في جدول الترتيب وفي ثاني المواجهات يستضيف نادي السلمية نظير الفححيل على أستاذ ثامر السماوي وبقيادة الكرواتي أنتي ميشا يتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق ثالث فوز له على التوالي بالمقابل يسعى الأحمر الجريح لاستعادة ثباته وتحقيق الانتصارات بعد تذبث بالمستوى في الجولات الأخيرة وعلى أستاذ الصداقة والسلام يستعد نادي كاظما لاستضافة منافسه نادي القادسية السفير على أرضه وبين أنصاره يهدف لتحقيق ثاني انتصاراته هذا الموسم ليسترد عفيته بعد النقاط التي فقدها في الجولات الماضية ومن جهة أخرى يطمح الأصفر إلى كسب ثقة جماهيره بعد سلسلة من العروض المتواضعة متطلعا لتسجيل أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد بيتروفيتش وتحسين مركزه في جدول الترتيب على أرضه وبين جماهيره يواجه النادي العربي خصمه نادي خيطان بطموح الحفاظ على الصدارة التي يتقاسمها مع نادي الكويت ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه ناصر الشطي وعلى الجانب الآخر يسعى خيطان لتحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة والضفر بفوزه الثاني هذا الموسم محاولا تحسين مركزه في جدول الترتيب في ختام نفسات الجولة يواصل نادي الكويت حملة الدفاع على لقبه عندما يلتق اليرموك على استاد عبدالله الخليفة الصباح العميد وبعد تعادله السلبي مع ناساف الأوزبكي في دور أبطال آسيا 2 يتطلع لاستمرار تألقه محليا وتجاوز خصمه للحفاظ على صدارة الترتيب من جانبه يدرك اليرموك صعوبة المواجهة لكنه يعول على عامل الأرض والجمهور في محاولة لتحقيق أول فوز له هذا الموسم رح فيكم مشاهد الكرام مرة أخرى رح نتابع معكم أو تابعنا معكم تغرير عن الجوال الخامس من دوري زين ممتاز لكرة القدم لقاءات ربما تعيدوا حسابات بالنسبة لبعض اللي عندي خصوصا اللي تضررت من الجولة الرابعة وعلى رأسها القادسية وكاظمة واللقاء مرتقب بوسليمان بالنسبة لكاظمة والقادسية وأيضا عندنا دير بالفروانية النصر والتضامن اليرموك والكويت والعربي والخيطان النوع ما تكون أسهل من مبارية بقية الفرق يبقى عندنا السالمية والفححية فبالتالي أتصور أنه بانتظار أيضا الجولة السادسة ستجمع العربي وتجمع الكويت هذه المباريات كلها تمر في ظروف بعضها ننتكلم عن الغادسية وكاظمة تقريبا نفس الظروف نفس الظروف تبديل المدربين استياء من العرض نفس المراكز بتأخرة ما تليغ في تاريخ وأنجازات نادي الغادسية ونادي كاظمة ولكن أنا أرى أن الكفة نوعا ما مرجحة لنادي الغادسية لأن تبدأ أنها كاظمة فريق لا حوله ولغوة يمكن نادي الغادسية نوعا ما بعد خسارتها من نادي السالمية وحتلال المركز السابع أعتقد يعني يمكن راح يعود في مبارات كاظمة أعتقد أن كاظمة لغاية الآن يبحث عن نفسه ما إحنا قاعدين نشوف الجدية ما إحنا قاعدين نشوف العطاء ما إحنا قاعدين نشوف التعامل مع المباريات أو مع النتيجة صحيح الوحيد اللي قلب النتيجة في 20 مبارات على نادي السالمية بعد ما كان خسرا ولكن أعتقد لغاية الآن كاظمة يحتاجه الكثير الكثير والسنوات طويلة نادي الغادسية مهما كان مستوى سيئة أو ما يرضى جماهيرة ولكن أعتقد النادي الغادسية راح يعود بغوة بالنسبة اللقاء الديربي قلنا ديربي فروانية تضامن والنصر يعني تضامن جاي من فوز على كاظمة والنصر من خسارة كبيرة شوف هذه المبارات هذه المبارات أنت تحتاج فيها ثلاثة نقاط يعني بغض النظر عن العرض النصر ويتضامن أي فريق منهم يفوز عن ستة نقاط راح يبتعد يعني نوعا ما لأن هذا منافسي نقول بعد الستة لأن التضامن قاعد يدي أدوار أنا أنا والله منتفاجئ أن التضامن قاعد يقدم بس 100 ثالث فريق من بعد الكويت والعربي يأتي من بعدهم التضامن لقدمه من أداء المقنع صحيحة لا أهداف ولكن أيضا لا أهداف بالتالي هذه المبارات هذه مصرية بالنسبة للفريقين ولكل يبي الثلاث نقاط وأتصور الثلاث نقاط هذه في فاول بكورنر بأي شيء بأداء غير مقنع هي الأولوية أنا أعلم أن التضامن قاعد يقدم أداء وأعلم أن النصر قاعد يحاول معه الأدوات الموجودة أيضا للععبين المحترفين بالإضافة إلا لعبين جدد قاعد يقلون على الفريق غير الموسم من الماضي ولكن من أقول لك هذه المبارات هذه عن 6 نقاط في حالة الفوز أي فريق منهم أبو أحمد بالنسبة للسلمية الفحيحيل الفحيحيل خسرة من العربي والسلمية قادم من فوز فبالتالي السلمية أيضا في المركز الثالث بـ 90 نقاط الفحيحيل اللي مرة قادمة مبارات يكون حاضر فيها مبارات اللي بعدها نشوف أنه دائما نزع الهجومي مؤثر عليه من خلال عدد الأهداف اللي سجلها واستقبال اللي عدد الأهداف نعم تأكيد وفرصة للسلمية أنه هو يعني نتخلم على الكويت العربي هم بالصدارة اللي ما اقتروا ولا نقضوا ومبين حتى بالمستوى الفارق لما يملكان الفريقين من أسامي ومن تركيز استقرار رانبراي السلمية هو اللي يبين لأنه دائما نتكلم على السلمية ممكن يكون فريق غير مستغر يخسر بالمباريات اللي تكون يكون فيها المرشح فهو يعني كأداء من خلال الجولات هو فريق مغنى أنا براي حتى في مبارات اللي يخسر فيها من كاظمة كان ممكن يعود في الدقائق الأخيرة لكن أنه يكون غريب فارق تلاث نقاط يكون متواجد فيه وعنده مبارات في الكويت عنده مبارات في العربي ممكن إنه إذا يفكر وهذا الاستالمية من حق أن يفكر أن يكون واحد من المنافسين على البطولة اللي ما يملك أول شيء من العسامي الفريق أنا براي الإدارة ما قصرت من الفريق من خناحة اللعب المحليين ومحترفين وغيمتهم والفنية مدرب الفريق ميشة اللي لا خبرة ولا بطولات يعني حتى في كان مع الناد العربي فبالتالي هي المبارات اللي ممكن أنا بالجولة هي المبارات اللي تكون فيها صعب التكاهن نتيجتها خلك القادسية والكويت القادسية وكاذمة نعم الظروف وصعب حتى التكاهن فيها لكن هي السالمية وأنا براي بتكون مهمة السالمية أكثر من المنافسة لمنافسة البطولة فبالتالي أبو عبدالله السالمية جاهز الظروف كلها كلها مواتية بيننا يفوز في هذه الجولة وخصوصا أنها مبارات سهلة للمنافسين القادسية العربي والكويت وأيضا في الجولة السادسة سيرتقون العربي والكويت ممكن أن نتيجة تكون صرح السالمية بالجولة السادسة صحيح لازم أن نتشبث بأنه يأخذ نقاط الجولة الخامسة والسادسة تكلم عن السالمية في تسع نقاط فرقة عن العربي والكويت اللي في الصدارة هي ثلاث نقاط الفريق قدم مستوى جيد ممتاز تكلم عن يعني من توافر المعطيات لدى فريق السالمية أن يتواجد في خط الوسط أنا دائما أقول هو خط الوسط في السالمية دائما هو الميزان تكلم عن مهدي دشتي موجود فواز عايض موجود محمد هويدي موجود سانجبيير اللي تقدر تستفيد منه غالب دفاع أو حتى تستفيد منه كلاعب ارتكاز يخدمك في هذا الموضوع وجود عيسى ويرج في الظهير الأيسر أعتقد حل مشكلة كبيرة في فريقنات السالمية اتكلم عن وجود سيف الحشان كلاعب بديل مع معاذ الأصيم اللي خلال آخر موسمين قاعد نشوفها يلعب مع السالمية بشكل أساسي السنوسة أيضا في الجهة اليسرى موجود فريق السالمية مش فريق سهل فريق قادر على أن ينافس لكن يحتاج إلى استمرارية هذا الكلام نقوله ساعات المعطيات أو ساعات حتى المستويات تفاوت من مبارات لمبارات تشوف السالمية بغض النظر السالمية أو غير تشوفها في أداء غير ومبارات اللي بعدها في مستوى آخر لكن السالمية إن استمر الشكل أنا أقول لك راح يكون أحد أبطال يعني إحدى بطولات هذا الموسم لأن فريق السالمية بالفعل يمتلك مدرب جهاز إداري أعتقد ترك اليوسف ومجلس إدارة يعني وفروا كل شيء لهذا الفريق من المحترفين من اللاعبين المحليين الإمكانيات اللي على أثرها يقدر في غناد السالمية يقدم أفضل نياب لغة الدفاع ترى ميداني عمرو ميداني عمرو ميداني دش في التشكيل لعب لخي طاب بدل نجاري بدل نجاري أعتقد سجلوا بدل نجاري ولعب كان مميز عمرو ميداني كان من اللاعبين الممتازين كان أحد نجوم هذه المباراة فلذلك القراءات موجودة في فريق نادي السالمية العدوات موجودة في فريق نادي السالمية سواء المحلية أو كل المعطيات ودكة بعد موجودة ودكة موجودة المعطيات كلها جاهزة أبو سليمان للسالمية أن يكون منافس الاستمرارية الاستمرارية نهيك عن اللقاءات خلنا نقول إحنا سهلة بالنسبة للعربي والكويت كيف يمكن يتعامل معها خصوصاً أن مقبل في الجولة السادسة على أن يلتقون متصدرين نرى نادي السالمية إذا بنشوف في آخر ثلاث مواسم الجولة الرابعة أكثر نادي حقق تغدم في الجولات من ناحية النقاط من ناحية المراكز من ناحية تسجيل الأهداف الأول مرة من أربع خمس سنوات نادي السالمية لاحت سنقاط من تسع أهداف وعليه ستة أهداف دائما نرى نادي السالمية الأهداف تكون متساوية اللي له هو اللي عليه أنا أشوف أنه نادي السلمي راح يكون منافس غوي ما راح يكون راح يكون منافس غوي للكويت والعربي راح يصارع على الصدارة وراح يكون صراحة يمكن من يعني رغم صعب فيها ما أقول لك والله أنه راح مرشح لا أنا أقول لك مرشح ما أقول راح نفس راح أكون مرشح للغة من الألغاب على الأغل في هذا الموصف العربي وخيطان وعندنا الكويت واليرموك ممكن يدخل بي العربي أو الكويت ممكن الأوراق لأنها مباراة نوعا ما نقول محسومة للفريقين وعندهم في الجوال السادسة اللقاء ما بين العربي نرى أننا لا نستطيع أن نقول محسومة نعم نادي خيطان نحن نتكلم على ورق نادي خيطان حاليا من مركز السادس أعتقد لأربع نقاط ولكن هذا ما يعكس أنه أنا من مركز السادس أني أنا متطور والأخير نادي خيطان يملك إمكانيات متواضعة جدا ولكن في كرة الغدم حاليا ما نقدر نقول والله الفريق هذا يفوز حتى لو كان متصدل وهذا أيضا ينطبق على المبارات نادي اليرموك ونادي الكويت ما أقدر يعني أقول لك والله كنادي الكويت والعربي راح يأخذوا النغاط سهلة ولكن راح تكون فيها إثارة المباريات الإثارة هذه راح تكون حاضرة أكثر في الجوال السادسة شوف يعني الثقل يعني يرموك يعني بالأخير وخيطان يعني أنت تعط ثقلك مع الكويت وتعب حالك مع الكويت أنت راح تلعب إياه بس تأكد أن المعطيات المؤشرات تعطي الكويت أكثر من يرموك المؤشرات تعطي العربي أكثر من خيطان ولكن أصار خيطان وليرموك هني تعطي ثقلك على باب كي من يحقق ثلاث نقاط بمثابة ست نقاط لذلك أعتقد أن المعطيات أن الكويت هو الأقرب للفوز ونفس الشيء العربي هو الأقرب للفوز من خلال مشاهدتي من أربع الجولات وأعتقد أن راح يكون تقيير المراكز بالجولة السادسة ما بين العربي والكويت والمعطيات أيضا تعطي المنشرات الإيجابية حق السالمية لأن نوع السالمية تفوق على القادسية غاسية ما كان سيئة إلا بعد ذلك لأن المبارات سارغة لكن تفوقها بتغييرات والتبديلات التي حصلت معها بالشوط الثاني يعني رجحت الكفة للسالمية وكان السالمية فعلا أقول لك عنده خط ثاني خط مدعوم وأيضا خط مؤثر مثل ما قال محمد نيان السيف الحشان ممكن يدخل كوراق رافع مع هذا ما لعب بالشوط الأول يلعب بالشوط الثاني نفس الحالة محمد لهويدي نفس الحالة كان يلعب أو كان يلعب الأظهر عنده بدر وعنده عيسى وليد فأعتقد السالمية أيضا من المعطيات أنه يكون أيضا من خلال القسم الأول يكون أيضا من فرق الثلاثة الأوال وحتى بالنسبة لمباريات واحدة بالنسبة للسالمية رح يالعب مع فيحيل والجولة السادسة رح يالعب مع خيطان والمنافسين المباشرين بالنسبة له مواجهات مباشرة مواجهات مباشرة حتى العربي ولكويت رح يتواجهها ممكن تلتيب التعادل ممكن يخطف ثلاثة نقاط نعم هذا الدوري تستفيد من المباريات اللي هو وتنتظر المنافسي لكن تدري شنو المحزن في الأمر يعني حتى لما أنت سأل أن الجولة فيها مبارات كاظمة والقاتسية وما تكلمنا عنها بصورة كبيرة لمستوى الفريقين وهذا محزن جماهر نادي للقاتسية وجماهر نادي كاظمة مفروض هي تكون الرأس بحديثنا تخيل تخيل هذا محزن صح محزن لأنا ككضماوي منيان محمد إبراهيم على جمهورهم أنت كان الجمهور قد سوى فالوضع الفريقين ترى إذا ما تعطي مستحيل تلقى أحد بيسولف عنك لم ينتم بيسولفون أنه بغير و و و الكلام الجماهير وتغير مدرب و لاعبين الأمور مستواكم كلاعبين مفروض أنه يبرز يجب أن يتغير إن كان الفريقين أنا أتكلم ولو أني أنا بالنسبة لي ليش أقول القادسية يملك العناصر لأنه فيه دعم أنا براي مجلس إدارة ما قصر نادك هذا ما يسولفنا عنه فبالتالي يعني أمر محزن جدا محزن المبارات غير قيمة لا إسمين إنه ما تصير حديث يعني الناس إنه تكون ممكن هي المبارات الجولة شون يعود لا بالأخير أنا أتفق يعني أنت تكلم القادسية القادسية ما هو فريق عادي أنت شون يعود القادسية فريق بطل والبطل يعرف بأي حال من حال أن يعود ما يظل في موقعه أو في خسارة النغاط لذلك هو كعب عالي يمكن مر في فترة قد تكون سلبية ولكن عليها أن يعود وشون يعود أنت أنت نجم وانت فريق بطل من بارية هذه إذلك ما يكوه ما في عذر للفريقين بس أنا أتكلم على القادسية فريق بطل وكعب عادي ولازم يكون له موقف من خلال هذه المبارات لازم يكون له موقف من خلال هذه المبارات وعودة تمام كنت تكون من خلال هذه المبارات أكيد أكيد خسارتها يعني بالأخير بالأخير خسارتها يمكن قد تكون إيجابية لفرق المقدمة حتى كاظمة حتى كاظمة يعني الخسارة تكلم ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط طيب نحن نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الفرق المشاركة إن أنا بالتايم نحن نتوطي بغنات ثانية وحدة المفاجئ إنه بتصفيات النهائيات كأساسية 19 والدور يشغل نتمنى يكون الغرار هذا يسري على المنصرات الرياضية إن شاء الله أنها توصل وصلا معكم الختام كل الشكر ليضيوا في المتواجزين معي لتغفكم إن شاء الله يوم الأحد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة